خلينا متفقين برضو ونعرف سادة المشاهدين أن مثل هذه القوانين وهذه الضوابط الهدف منها هو حماية المجتمع زي ما حضرتك قلت التعدي على الأراضي الزراعية ده طبعا بيؤدي إلى قلة مساحة الأرض الزراعية وبالتالي نتجه للصحراء ففي تكلفة ففي أمن غذائي لازم نحافظ عليه ده جانب كل قرور فلسفة طبعا مسألة حوادث الطرق ده حماية لأرواح الناس كل المخالفات حتى بيأشق بتاعة الإسكان الاجتماعي فدي هذه الشقق مدعمة لمستحق الدعمة ما ينفعش ناخدها ونبيعها فكل ده ضوابط وحماية مش الهدف منها فرض عقوبات خاصة لا يا فندم أنا بعمل إيه فندم بقدر أن هناك مصلحة جديرة قانون العقوبات ده احنا بسميه شرطي القوانين مربي مهزب للشعوب بنقول المهد الذي يولد منه المستقبل عظيم بلغة أدبية لما أجي أنا حضرتك بقدر وانا بدخل أحبس أي حد مش بقدر أن هناك مصلحة جديرة بالحماية فبفرض على المخاطبين بأحكام القانون لو سمحت التزم بأوامره وانتهي عند إيه نوهي زي حضرتك ما تبقى ماشي على الدائرة وتلاقي عمارة بتقع أمن مكتمع أرواح المصريين عرضة للخطر ولا الدولة بقى والمشرع يدخل عشان يفر الالتزام ويقول إيه بقى في قانون البناء الجديد اللي هو 116-2008 ما عادش صالح إحنا بنتوره دلوقتي بيقول والله اللي يبني على بدون مراعاة الشرطات الترخيص لا ياخد عقوبة كذا وغرامة كذا طيب مش أقف عند هذا الحد طيب لو بنى وكلف الشرط والمبنى وقع أدى لوفاة أحد مش لازم أن أعمل احتياط تشريعي لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولذلك مصر رائدة في التشريعات ده عقوبته مشددة بقى طيب تصل للسجن 10 سنين الحبس 10 سنين لأن جريمة في الأول وفي الآخر جريمة غير عمدية لا يقصد في المشرع المصري فيما يتعلق تحديدا بتنظيم قواعد البناء نظم جزء منها في قانون الزراعة الصدر سنة 1956 1956 طيب هنفضل قاعدين كده لازم ندخل نطور لأن النص سابتة فانا والجريمة إيه متطورة فلازم أنا كل شوية أدخل أعمل إيه أطور عشان أقدر أواكب بعض الظواهر الإيه الإجرامي ومن هذا المنطلق المشرع المسر أولا هو يقصد ضبط الأداء الحركي للحياة اليومية وفق المعقول أنا مش عايز أكتر من كده ولذلك إيه عشان أنا بقول إيه قانون ده قانون العقوبات قانون المنضبط شكرا اتفضل فد أهلا وسهلا بيك في مصر الجديدة لكن من يحاول الإتجار من يحاول إهدار أنا حضرتك زي ما بتتكلم في قانون الإسكالي الاجتماعي حكرش عندنا حد سنة 2018 لما أصدر المشرع القانون الثلاثة وتسلسة 2018 هي البناء الاجتماعي ده والدولة وسيد الرئيس لما حملوا على عاطقهم القضاء على العشوائيات تكلفت ده على الدولة المصرية والاقتصاد المصري كان هل يجوز بعد ذلك أن يتربح أحد مما تقدمه الدولة المصرية من اقتصاد الدولة المصرية من المعاناة للقضاء على العشوائيات ولذلك المشرع المصري في تلاتة وتسن قال لو سمعت أنا هوفر لك بناء يليق بحياة كريمة هوفر لك بناء يليق بحياة المصريين في منطقة أنا مش فاكرها وأنت حضرتك في جنوب القاهرة عند زينهم والمنطقة دي كانت عشوائيات وأنا معدي منها حقيقة حضرتك كومباوند دلوقتي حاجة راقية أنا أتكلم على هوا واختبال حضرتك تشرف مصري الجديدة لما أنا بقى هاجة أديك الشقة دي وأقول لو سمعت من فضل حضرتك خلال خمس سنين ما تبعش خلال خمس سنين التزم خلال خمس سنين حضرتك وإنت جاية تتعاقد معايا يعني القانون مش بيقول مهيش للبيع أبدا حط مدة زمنية ضابط فضل إعادة تأهيل الإنسان إعادة بناء الإنسان أنا ببني الإنسان المصري طب في التشريع وأنا ما أكتب هقول القصد من القانون إعادة بناء الإنسان الرجل اللي قاعد في المكان ده أنا باخده بديله مكان بقول لحضرتك أنا كإسكان اجتماعي أنا عامل الطائفة محددة ما تجيش بقى حضرتك بفخامتك وعظمتك وتيجي تقول لي أنا من المستفيدين من الإسكان الاجتماعي طبعا أنت أصلاً أنا محدود الدخل أنا أنا وتدليل ببيانات غلط أنت خدت حق غيرك ولا لا ده عقوبته إيه لا لا يعني ده حضرتك أنا بوصل معاه بالحبس من المدة اللي تقل عن سنة ولا فزاعة خمس سنوات ترجمة نانسي قنقر